دولياً دافع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز عن الموقف الداعم لمبادرة الحكم الذاتي في صحراء المغربية وشدد سانشيز على أن هذا الموقف كان ضرورياً من أجل علاقات متينة مع شركة استراتيجية مهم بالنسبة لمدريد في مواشهة الهجرة غير الشرعية وأكد سانشيز في تصريحات صحفية أمس أن هذا القرار ينهي أزمة دبلوماسية مع رباط ولكنه يضع أسس علاقات أكثر متانة مع المملكة المغربية على حد تعبيره من جانبه أعلن وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي وتعاون الإسباني خصي مانويل الباريس أمسي الأربعاء أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب أنه سيقوم بالزيارة للمغرب في الفاتح من أبريل المقبل مؤكدا أنه سيجري محادثات ستجمعه خصوصا مع نظيره المغربي ناصر بوريتا مضيفا أن الهدف من هذه الزيارة يتمثل في الشروع في أعداد خارطة الطريق الشديدة مع المغرب التي تهم تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات موسيقى موسيقى موسيقى